هل فيتامين بي ضروري لمريض السكر تايب ون؟ جميل سؤاله جداً فيه كثير من الدراسات العلمية طيب ومن خلال أيضاً ملاحظتي للناس اللي بيراجعوني عندي في العيادة اللي هما يكونوا مريض سكر سواء كان تايب ون أو تايب تو سواء كان سكري من النوع الأول أو سكري من النوع الثاني دائماً يصاحبوا نقص في فيتامين با ليه أسباب؟ نعم ليه أسباب أول حاجة من أهمها وأكتر شيء سبب إنه ليش مريض السكر ممكن يكون عنده نقص فيتامين با هو تناوله للأنسولين طبعاً إحنا عندنا ساعات العلاج الدوائي ما نقدر نستغنى عنه سواء خاصة في حالات حساسة زي إيش؟ زي مريض السكر زي مريض القلب اللي لازم إحنا نعدله سيولة الدم فإحنا نحتاج نلجأ للعلاج الدوائي طيب لجوءنا للعلاج الدوائي ساعات فيه نوع أنواع علاجات دوائية لازم تكون مصاحب لها إنه إحنا نتناول فيتامينات معينة لأنه هي قد تكون سبب لانخفاض فيتامين با وفيه كثير من الدراسات والأوراق العلمية وكمان من خبرة ملاحظتي إنه الناس اللي تناول منظمات السكر دائماً يحصل لهم نقص في فيتامين با فإذا أنت مريض سكر سؤالك هل أحتاج أخذ فيتامين با ممكن تكون أنت وصلت لمرحلة ما تحتاجه يعني أمورك طيبة لكن ممكن تكون أنت وصلت لمرحلة إنه أنت فعلاً عندك نقص فيتامين با وإنت ما أنتعارف ففي دي الحالة روح حلل فيتامين با طبعاً فيتامين با ليه أنواع با بي 1 بي 3 بي 6 بي 12 تروح لازم تفحص جميع مركبات با عندك وتشوف إيش فيهم نقص مين اللي فيهم فيه نقص لك وتقدر يعني تاخد منه وعالغالب عالغالب في العادة الناس اللي بيأخذوا معلاجات سكر بيكون عندهم نقص في فيتامين با 12 مختبرات البرجة الطبية شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب